وزارة الخارجية وزارة الدبلوماسي لمملكة البحرين معربا سعادته عن أسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تحظى به وزارة الخارجية ومنتسبيها من دبلوماسيين وإداريين من رعاية ودعم كبيرين تمثل حافزا مهما لمزيد من العمل الدبلوماسي الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وأشاد سعادة وزير الخارجية بمسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة ومحاققته من إنجازات ونجاحات ملموسة ومشهودة لبناء علاقات وطيدة من الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم مستذكرا سعادته في هذا الخصوص المسيرة المباركة لعميد الدبلوماسية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وما قام به من دور مخلص وفاعل في ترسيخ أركان الدبلوماسية البحرينية وبناء علاقات قوية ومتينة مع الدول الشقيقة والصديقة معربا عن شكره وتقديره لدعم ومتابعة سموه لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية التي شرفها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بحمل اسم سموه الكريم مشيدا بالجهود المشهودة لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية لدفع مسيرة الدبلوماسية البحرينية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تهنيه لجميع العاملين من دبلوماسيين وإداريين في البعثات الدبلوماسية في الخارج وفي مقر الوزارة مثمنا سعادته الدور المهم والبناء الذي يقومون به في الخارج بقيادة أصحاب المعالي والسعادة السفراء والقناصل منوها بما يتحلون به من عزيمة وإرادة وحرص واهتمام على أداء المهام الوطنية الموكلة إليهم وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير الخارجية أن وزارة الخارجية ستظل حريصة على تحقيق التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين مع دول العالم وحماية المصالح العليا للمملكة وتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي في إطار ما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية موضحا سعدته أن الوزارة سوف تسعى إلى ترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الحماية الشاملة للبيئة وإرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي احتفاءا بمسيرة الدبلوماسية المباركة لمملكة البحرين وتكريما لعطاءات العاملين في هذا القطاع المهم احتفلت وزارة الخارجية بأعضاء السلك الدبلوماسي في الوزارة بمناسبة يوم الدبلوماسية البحرينية برعاية سعادة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وحضور عدد من كبار المسؤولين والعاملين في الوزارة تتشرف وزارة الخارجية بأن تحتفل بكل فخر واعتزاز باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف الرابع عشر من يناير وهو اليوم الذي اختاره حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدّة حفظه الله ورعاه للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية تقديرا لعطاء كوادرها الوطنية المخلصة في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج ويشرفني بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى حضر الصاحب الجلالة الملك المفدّة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تحظى به وزارة الخارجية ومنسوبوها من الدبلوماسيين وإداريين من رعاية ودعم كبير تمثل حافزا مهما لمزيد من العمل الدبلوماسي الفاعل على المستوى الأقليمي والدولي احتفال الوزارة شهد تكريم عدد من رواد الدبلوماسية البحرينية الذين كان لهم دورا محوريا في دعم مسيرة الدبلوماسية البحرينية وإصال رسالة المملكة النبيلة من خلال تمثيل المملكة الدبلوماسيا في مختلف دول العالم أرفع أسماء آيات التقدير والشكر إلى جلالة الملك المفدى اللي هو صاحب المبادرة في تخصيص يوم للدبلوماسية البحرينية وهذا يحكس التقدير الكبير والفهم العميق لدور الدبلوماسية في تقوية العلاقات علاقة مملكة البحرين مع الدول المختلفة وأيضا أشكر وزارة الخارجية على أنها احتفلت بهذا اليوم لتكرم منتسبي الوزارة على مختلف المستويات على مبادراتهم وعلى جهودهم وهذا أيضا يشكل حافز كبير للدبلوماسيين في أنهم يستمرون في عملهم ويتفوقون فيه هذا يوم عظيم بالنسبة لنا ويوم يجمعنا كلنا كبعثات دبلوماسية ومنسوب بوزارة الخارجية لكي نخطط لعام جديد مليء بالحيوية مليء بالنشاط مليء بالجهود التي ليس للكسل أو التراخي موقع في المسيرة القادمة وما بعد القادمة كنت أنا سفير لمملكة البحرين في جمهورية الصين الشعبية تشرفت بهذا المنصب وظليت في هذا المنصب لمدة ثمان سنوات حاولت بكل الجهد أن أنفذ توجيهات جلالة الملك في الارتقاء بالعلاقات المملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية وفي كافة المجالات في الحقيقة اليوم الدبلوماسي البحريني شكل أهمية بالغة لدينا في وزارة الخارجية وتوجه بتحية تقدير وعرفان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أحفظه الله ورعاه على إعطاء الدبلوماسي البحرينية هذا اليوم احتفاء وتكريما لجهودها وإنجازاتها هذا اليوم يحفزنا على تقديم المزيد وتقديم كل ما نملك من طاقة ومن قدرات من أجل توظيفها في خدمة مملكتنا العزيزة وخدمة السياسة الخارجية المملكة البحرين نتجه إن شاء الله بكل أمل وتفاؤل لهذا العام الجديد وعلى أمل أن نتعاون أكثر مع الدول الشقيقة والصديقة لكل ما في خير ونماء هذه الأرض وفي تحقيق الأمن والاستقرار لجميع أنحاء المعمورة تضمن الحفل تكريم عدد من كوادر وزارة الخارجية المميزين نظير عملهم في عام 2021 إضافة لتكريم أصحاب المبادرات في الوزارة إيمانا بجهودهم المثمرة في أداء مهام ومسؤوليات رسالة الدبلوماسية البحرينية وتحقيق أهدافها وتطلعات المملكة في هذا المجال تكريما وعرفانا لجهودهم الوطنية المخلصة ودورهم المشهود في حمل لواء الوطن جاء الاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية كيوم نستذكر فيه مساعهم النبيلة في حمل رسالة المملكة رسالة التعايش والسلام واحترام الآخر يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر